السلام عليكم و مرحبا بكم فيديو جديد سوق ماشاين سنة بيوتي كنتمنى تكونوا الى خير اه توحشكم بزف 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 هدي تقريبا مدة اسبوع منزت لكم شي فيديو ولكن كانت لي ظروف خارجة على ارادة ديالي كيف قلت لكم توحشكم بزف وبنسبة للفيديو ديال اليوم هديكون نزولا عند طلبكم بزف منكم طلبتوا مني انا نحط لكم هكا بعض المنتجات اللي تكون رخصة في التمان وتكون الجودة ديالها ممتازة اولا جيدة نوعا ما لما نطول عليكم سنبدأوا على بركة الله الفيديو سنكتشفوا اول منتج اذا سنبدأوا الفيديو ديالنا على بركة الله و اول منتج سنبرتجي معكم هو هاد الكريم دوش ديال لامارك نيفيا بصراحة نيفيا كتنا نديرها شحال هدي و من بعد جربتوا هاد المجموعة ديال لجال دوش و الكريم دوش ديال لامارك اخرين و دا برجعت لها مؤخرا اخذت هاد ديال برائحة الورد بصراحة ترطيب ديالها زوين بزعف بشي من نوع ديال اللي جال دوش ولا الكريم دوش اللي كيخلو لكم لحم ديال لكم ناشف و مش دود هاد ديال لا كتحسوا بانه رطب و احترويحة ديالها باش نكون صريحة معكم كتبقى غير في ذيك الفطرة ديال دوش يعني مورات ما تخرجوا من الدوش ما كتبقاش رائحة ديال الورد باش نكون صريحة معكم بالنسبة لامارك نيفيا ما كيلا شنشكرها لكم راه هي معروفة و و شكرا راسها لراسها بالنسبة للحجم ديالها في 250 اميل و الثمان ديالها كيدير 20 درهم رأيي كنظن بانكم كنصحكم تجربوها لانها من المنتجات اللي زبوانة بزاف و الثمان ديالها كنت لكم مرخيص فقط 20 درهم ثاني منتج غدي نبرتجي مآكم في الفيديو دياليوما هو ديال الامارك تريزي ماي فصراحة جربت بزاف دي الانواع ديالي شنبوان كيف كنظن انكم حتى انتم ما غدتكونوا جربتو بزاف ديالالانواع ولكن هدا كيبقى افضل نوع جربتو راحة ديالو زبانة بزاف الترطيب ديالو كيرطب الشعر هدا بنعومة الكاراتين هدا الحمر هدا بنعومة الكاراتين كيرطب الشعر وكيرغوي يكفي انكم تضلبوا واحد الكمية قليلة ويرغوي لكم بزاف لانه كانين بعد الناس لا شافوش الرغوة إذا لم شفوش الرغوة في الشعر في الحمام كان نظنوا بانو الشعر ليس تنظفش هذا يكفي انكم تضلبوا واحد الكمية بسيطة يرغوي لكم مزيان و بش تعرفوه عجبني غدي نوريكم شحامل واحد خديت أنا استعملته مؤخرا ولكن كيف قلت لكم عجبني وخديتوه كيف قلت لكم بش تعرفوه بانو عجبني وارتحت في بزاف جربت الأول كان من حجم 500 ميلي لأسف ما بقتش عندي القرعة رميتها غير شكل ديالو في الدميلور باش تعرفوا الحجم ديالو قداش كان هو هذا كيف كنتشوفوا معي 500 ميلي هذا الدميلور ديالو من بعد استعملت هذا 675 ميلي وآخر واحد هو هذا ديال 700 ميلي كيف قلت لكم هذا آخر واحد ديال 700 ميلي اللي شفتوا معي أراني بديت بحجم صغير اللي هو 500 ميلي من بعد 675 ميلي وده بسبعمائة ميلي وكنزيد في حجم أكبر لأنه عجبني بزاف ورتحت فيه حاليا هدا هو الشمبو اللي كانستعمل وهو اللي كانتظن غادي نبقى نستعمل لأني باقي ما لقيت حتى شي واحد اللي يعطني نفس لفي ديالو غادي بنسبة لـ 8 ديالو كيدير 40 درهم هذا الكبير هدا كان ناخده بـ 40 درهم والصغير اللي وليت قريتكم من قبل ديال 500 ميلي هذا كيدير 30 درهم هدا النوع هدا الآخر هدا هو ديالا ماك تخيزي ماي ولكن هدا كيف كتشفو معي القرعة فلونواغ ومكتوبة بالخضر هدا ديال الشعر المتقصف هدا هو 675 ميلي صراحة هدا هو زوين ولكن ما أعطنيش نفس لفي اللي يعطاه ليا اللي وليتكم الحمر ديال نعمة الكيراتين ولكن باش ما نضلموش هدا ما أخديتش معه ديميلور ديالو ما ألقيتش ديميلور مع السيد اللي كانت تقدم عندو ما أخديتوش فما أعطنيش نفس لفي اللي اعطاه ليا لاخور الحمر ديال نعمة الكيراتين ولكن على العموم جوني لشامبوان ديال هدا لامارك هادي من أفضل لشامبوان اللي جربت مؤخرا وبالنسبة لهاد الخضر هدا غازي نعاود نعطيه وقته حتى ناخد لها الديميلور ديالو نعاود نجربه مزيان ونقول لكم رأي فيه بكل صراحة دائما غازي نبقى في لامارك تخيزي مايه ولكن هدا المرة هادي مع لبخي شامبوان ديالو هدا حتى هو ديال نعومة الكيراتين لانه كل شامبوان عنده ديميلور ديالو هدا ديال نعومة الكيراتين بصراحة ترطيب ديالو غزال كيخليلكم شعر ديالكم مرطب بزاف وطحي الكتف ديالكم في واحدة رويح حزبانا بزاف حتى هو الحجم ديالو 500 ملي والتمن ديالو كنضن هدا خديتو ب30 درهم 35 درهم في الحدود هادي مقدش عقل علي بالضبط حتى هو باش تعرفوا بانه عجبني بزاف عندي منه هدا يالله ساليليا وخديت هاد الاخر راه بقي عامر نسيت موريتكم هدا الحجم الكبير 700 ملي عندي هو الشامبوان ديالو حتى هو 700 ملي هادو فصراحة بقي ما فتحتهمش هادو حطهم في ستوك لان ما تعرفوها كي سالي شامبوان الا غفلة ما تكونش فلوس لان الفلوس ما كتكونش دائما فحط هادو في ستوك باش انفو يسالي عليا لقى هادو موجودين نصحكم انكم جربو هاد شامبوان ديميلور ديالو لانه هم فعلا من المنتجات اللي قل من 50 درهم وكي استحقوا الجريبة ودبا غادي ندوزول هاد لوشن هادا ديالا مارك فازلين الغنية عن التعريف هاد لوشن هادا موحد للون البشرة واقي من اشعة شمس فوق قلب نفسجية بالاضافة الى انه فيه او لكيحتوي على الفيتامين بيتري بالنسبة لي اجتني لضغطات سيون ديالو ما بيهاش زع ما زباينة ولكن اعشكم اقول لكم انا ما بيهاش لان انا سبق لي حضرت واحد اللوشن غادي نخلي لكم في الديسكريبشن بوكس الى بيتو تمشوا تشوفوه كيجيني الترطيب ديالو عالي بزاف ماشي حنتي صيبتو ولكن حتي في واحد المكوين اللو هو كريم غلي صوليد وكيجيني انا كريم غلي صوليد لايو علي علي في الترطيب حتى هادا ما بيش ولكن هادا قلت لكم علش شكرتو حنتي جاني الترطيب ديالو عالي بزاف حتى هذا الترطيب ديالو ما بيش زباين في واحدة رويحة زباينة غزالة بزاف كتفكرني بشي حاجة ديال صغور معرفت شنا هي ولكن كنظن الناس اللي يكونوا تجربوا وغادي يعرفو علش كنهضر بالنسبة للترطيب ديالو كنت خديتو خديت جوج كانو برومو من اسيما خديتوهم بخمسة وربعين درهم يعني تقريبا واحد تنين وعشرين درهم انس الواحد وهو الترطيب الفعلي ديالو على ما اظن كدير شي كده وثلاثين درهم بالنسبة الرأيي انا كنظن بانو من المنتجات رخيصة اللي احتها هي كتستحق تجربة هو يجي لبغايت نبارتا جيم اعكون كذلك هو ها الدينسولفون هادا مادونا اللي غانية عن التعريف بقاع الناس كيعرفو بصراحة شفت بزادي الفيديوهات بنات كيستعملوا دي دينسولفون اللي كيكونوا شوية طالعين في التامان قلت علش الله ما نبرتا جيش معكم هادا معروف ارخاص في التامان كيدير فقط خمسة درهم وزعمات هي مسح الفيرني ولا الصبغة ديالدفار من المسحة اللولى السنين هادية وانا كنستعملو وكيبالي احتها هو من المنتجات اللي كتستحق جريبة زعمة بلا ما تخسرو فلوسكم في شي حاجة اللي هي غالية هادارة كيمسح كيف كتلكم من المسحة اللولى وتامان ديالو ارخاص فقط خمسة درهم من الحويج اللي كنحمق عليهم بزاف وكتعجبني الريح هادية لهم بزاف هي ديودورون هادية ديالا مارك نيفية كندور تنعية وكرجع لها كيف كتلكم ريح هادية لاغزالة بزاف هادية انفيزيبل كان عندي فقط معاها واحد ديفوف اللول واحد المشكلة هو انا كانت ملك الرشاة كتلق لي واحد لابودغ بيضة مع انني كان حركها مزيان ولكن من بعد مع الاستعمال ما بقاتش كتلق لي هادية لابودغ ديرين بانها كتبقى حتلت منية وربعين ساعة من كدبش عليكم ما كنظنش انها كتبقى هاد الوقت هذا كله ولكن الريح هادية لاغزالة بزاف بالنسبة الحجم ديالا فيها ميتين اميل وثمان ديالا كدية 28 درهم تهي من المنتجات الرخيصة اللي كنصحكم انا كنتجربوها ودبا غادي ندوزول هاد الكريم هادا كريم انتونسيف ديالا مع كغاسين فيتا من احسن الكريمات اللي جربتها لبنات مؤخرا في الترطيب هدي اول تيوب عندي وعجباتني بزافر واحد درجة ما تصوروهاش الناس اللي متبعيني غادي يعرفو باناني متبع تخيط من ديال الكيراكني وكلنا كنعرفو الكيراكني انه كينش شف البشرة مزيان هادا هو اللي كان اضغطي به الوجه ديالي كانتستعملو في الصباح وفي الليل بالنسبة الحجم ديالو في 100 امال ورا كي تدي لكم مدة طويلة انا تقريبا هدي 6 شهر وهو عندي بالنسبة لتامان ديالو كي تدي الخمسة وربعين درهم خديتو من البغا فاغماسي غادي نقف فقط عند هاد النقطة هادي ديالتامان مع انني قلت لكم تامان وقلت لكم طريقة كيفاش تحسبو التامان الا انو كي جوني بزا ديالتساؤلات ديال الناس كيقولوا لي كيفاش انتي كتاخدي تامان قلة من نحنا ورا كنمشو الباراو كنلقو غلا من ذاك التامان اللي كتبولي لينا بحال هاده 45 وربعين قالوا لي شبنات لقاوا ب 65 ورا نحطيت ليكم فيديو على الطريقة وللعملية كيفاش تحسبو التامان وتاخدو المنتجات من شب الصيدليات بوحد التامان اللي هو مناسب وفيه الرباح تل شب الصيدليات تامان اللي كيعطوهم يبيعو بي هو هاداك مويمان غادي خلي لكم الفيديو في صندوق الوصف رغمك كين عندي لا يرميز وكيني الناس كيقولوا لي اخديتي منتجات مزورة ما مزورة ما والو لان هاد المنتج هادا جديد وما كينش في شي بلاسة من غير شي بالصيدليات والصيدليات يعني ما كتلقوش عند اللي بباق في معي المهم هدي نقطة حبيت ان انا نوضحها لكم كيف قد لكم ترطيب ديالو ولا ارواع كيصلح لجميع انواع البشرات الثامن ديالو كيدير 45 رجعوا نقول تشطروا على ريوسكم اللي بنات لانو بارا ولا شي بالصيدليات راولات بحالة بحال لهري ما كنت بتلكم غادي نخلي لكم الفيديو في صندوق الوصف اللي فيه العملية كيفاش تحسبو تامن وتاخدو المنتجات من شي بالصيدليات بواحد تامن اللي هو مناسب وما يزيدش عليكم بزاف الحاجة اللي غادي نقول لكم هو هاد المنتج هدا كنصحكم انكم تجربو الترطيب ديالو ولا ارواع كتشربو البشرة بواحد شكل اللي هو السريع جدا وتامن ديالو كيف قد لكم رخيص قلب الخمسين درم ودبا غادي ندوزول هاد البوم العفغ هدا ديالا مارك نيترو جينا هاد اخديتو من الفاغماسي من الصيدلية اخديتو بخمسة واربعين درهم اه كيخلي لكم شفاك ديالكم مرتبا الباش الزباين هدا في واحد الخاصية ديال الاس با اف يعني ممكن تديروه بنهار غادي نوريها لكم كتشوفوا معايا في الاس با اف ديالو عشرين في واحد درجة الحماية من اشيعة الشمس يعني ممكن تستعملوه بنهار وتخرجو به اه بنسبالي انا اعجبني بزاف وكنصحكم انكم اه جربو خصوصا الناس وللبنات اللي كيكونوا متبعين ها كالشتخيطمون ديال الحبوب الوجههون اخر حاجة غادي نبرتجي معاكم فادي الفيديو ديال اليوم هادي اسميتها شالا رويحها ديالا غزالة بزاف كتحمق وكتبقى شادة النهار كله هادي لقيتها في بيم شفت غير في بيم صراحة ما شفتها في بلاس اخرها بالنسبال 8 ديالا رخاص بزاف كتدير فقط 13 درهم والحجم ديالا كدير 150 امان اللي فيها وباش تعرفوها عجباتني بزاف غادي نوريكم واحد حاجة عندي ثلاثة منها هنا ايه انا ايه حاجة ركات تعجبني كان ناخد منها كمية كتيرة ما عرفتوش تنتو ما بحالي ولله اللي بحالي تخليها اه بالنسبال هادي فيها ثلاثة ديالانواع فيها وحده بيضه وفيها وحده في الفيولي على ما اضل وكانها هادي الغوز ولكن احسن وحده نصيحة مني مهم الادواق ركتختلف ولكن انا احسن وحده اللي عجباتني هي هاد الغوز هادي فيها وحده رواحة فنه وكتبقى كيف قلت لكم النهار كله خصوصا انه ثمن ديالا جد رخيص تلتعشر درهم فقط انا كجاتني من المنتجات اللي كتستحق فعلا تجريبة الهنا غتكون سلاة الفيديو ديالنا ديال اليوم كنتمنى نكون لبيت طلب ديالكم وبرتجيت معكم هاكا بعض المنتجات اللي القل من خمسين درهم والجودة ديالها اه جيدة اه بالنسبال الناس اللي كي يشاهدوا الفيديو ديالنا الاول مرة وبغيت تكونوا من العائلة ديالنا سوق يوتيوب كنقول لكم القادية جد سهلة معليكم الا تهبطوا لتحت غادي تلقاوا واحد زر احمر مكتوبة فيه سابسكرايب سابوني او لا اشتراك كليكي وايلي وما تنسوش كذلك انكم تفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد انفوان حطو دعمونا بلايك ديالكم غادي نسينا تعليق ديالكم فارغ الصبر على امل انا ننطلقى معكم ان شاء الله في فيديو جديد كنقول لكم تهلا وفريوسكم وسكبير لكم سلام عليكم